اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من المتزي اختتم تدريباته لمواجهة الجيش الرواندي بدوري ابطال فروكي وعالميا محمد صلاح يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد امام ويلبر هامبتون الليلة موسيقى من العلاوين نروح للتفاصيل اخبارنا والبداية مع اخبارنا المحلية بداية حالتنا مع فريق الزمالك اللي عنده مباراة قوية النهاردة الساعة 4 العصر مع ارتا سولار الجبوتي في دور الاثنين والثلاثين لبطولة القنفضرية النهاردة ابناء متعوبة هيستهولوا مباراة الموسم الافريكي كلهم بإخوان كارلس والسوري وموديلي الفن الليلة الزمالك تكلم مع اللاعبية على اهمية التركيز امام ارتا سولار وعدم الاستطار بالخصم وشدد عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة ومنعهم من الاستحواز على القرى مؤكدا ان ضرورة التسجيل مبكر مهمة جدا بالنسبة له عشان يربك حسابات بطل جبوتي في هذا المسأل حرصت كمان الجهاز الفن الليلة الزمالك على مدار اليومين اللي فاتوا انه هو يجهز الفريق لمواجهة بطل جبوتي وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس جمع بقى مجموعة من مقاطع الفيديو الخاصة بمماراته للدراسة كل نقاط الضعف والقوة في صفوف المنافس عشان يعرفوا بقى طريقة الاستحواز بيشتغل ازاي بيحضر ازاي كيفية كمان الاختراق صفوفه من الامام للخلف عاملة ازاي وطبعا ده بيشكل اكيد فكر عند المدرب وخطة جديدة عشان يقدر يتعامل معها طبعا اهم اللاعبين اللي بيعتمد عليهم في بناء خطته وابرز الاوراق الربحة في صفوفه كل ده اتعرف عليه اصوريو لما صارحوا اتكلم عن اهمية هذه المباراة ما ده بيسبب ضغط على ذهني على اللاعبين وبدني على اللاعبين يعني بالاخر الراجل داخل المباراة عاوز يخلص بدري عشان ما يروحش اه للامطار الاخيرة وما يتعبش كمان في القاهرة طيب لو اتكلمنا عن التشكيل المتوقع للزمالك ولا يدفع بيه اصوريو هتلاقي ان التشكيل المتوقع امام قارطة سوراكة التالي من وجهة نظر فريق الاعداد اه يمكن لحرص المرمى محمد صبحي خط الدفاع حسام عبد المجيد ومعام حمود علاء وحاتم سكر وحمز المسلوسي اللاعب الوسط هتلاقي عمر سيسي نبيل عماد دونجا مصطفى شلب ابراهيم نضاي يوسف ابراهيم اوباما يعني عودة جديدة طبعا لأوباما خط الهجوم هتلاقي سيف الدين الجزيري وطبعا بيفتقد الزمالك في هذا المباراة لأحد اهم اوراقه في الفترات الاخيرة احمد سايزيزو وطبعا ما فيه شك انه برضو غيافة توح مؤسر جدا لانهم طبعا متعرقين لاصابة خلال تواجدهم مع منتخبنا الوطني بالمعسكر الاخير الامر الذي دفع اصول تجهيز بعد البدائل لاستعداد للدفع بهم في هذه المباراة كمان هنبلغ حضراتكم بطاقم التحكيم اللي هيدير هذه المواجهة الافريقية طاقم تحكيم من جزر الامر بخلالة محمد العثماني حكم ساحة ويعونه كل من سليمان امل دين مساعد اول وعبد المجيد ازلاني مساعد تاني بالاضافة الى سليمان انسدان حكم رابع ويراقب المباراة التنزاني خالد عبدالله اكيد حديث مهم جدا لهذه المباراة وتفاصيل اقدر نتكلم عليها النهاردة لكن خليني اروح لنجم نادي الزمالك كابتن عبداللطيف فادماني كابتن عبدالطيف براحب بيك في اخبار انتايم وحشنا جدا كابتن احمد ازلان حضراتك طبعا انتحات الحضراتك طبعا واستاذ المشاهدين وقصة انتايم في البداية طبعا ما فيش شك انها مباراة مهمة الزمالك بيدخل في دور الاثنين وثلاثين عاوز يخلص المباراة بدر من هناك حتى لو كان فيه بعض المعلومات الضعيفة والقليلة عن المنافس ولكن في الاخر هو منافس على الورق اكيد طبعا كروت القدم لا تعترف الا بالعطاء في الملعب والاخلاص في الملعب ما فيش بقى حضرتك بقى الفرقة الافريقية زي زمان كده اللي هو فرقة مجهولة فرقة ضعيفة الفرقة كلها تتصور الاداء بتاعها وتتصور الافقار بتاعتها اعتقد نادي الزمالك لابد ان هو يحترم الفريق المنافس واكيد طبعا الجهاز التاني طبعا اعطى طبعا الضغل الاخضر للعيب انهم لازم يكونوا طبعا على تم الاستعداد لازم يتوضعوا مع الفريق المنافس القرى مالهاش كبير بنلعب فريق طبعا 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 شرط ان المعلومات عنده مشكلة فيها ولكن طبعا نادي الزمالك معنا اكيد منتخب لتحل الاداء طبعا فاكيد جايبين كل كبيرة كل صغيرة عن المنافس السلبيات واليجابيات نادي الزمالك اعتقد دي او مبارله طبعا هذا المسلم فاعتقد فيه اشتياء طبعا ان كل جماهير مصر وكل جماهير نادي الزمالك بالصفة خاصة انها تشوف نادي الزمالك النهاردة بشكل يكون افضل نادي الزمالك وجهت ناظر ان هو ما يستناش ان هو يخش يشوف الفريق التانية مهما كانت حجم قوة الفريق المنافس اكيد طبعا عنده دوافع وعنده رغبة وبلاعب نادي الزمالك وعارف قيمة نادي الزمالك فبالتالي الدوافع يكون عنده نادي اكتر بكتير لكن وجهت ناظري انا شايف النادي زمالك ان شاء الله يضرحهم مبارله من بدر مطلوب ايه من نادي الزمالك في هذه المباراة 1-2-3 مطلوب الاول ان انا لازم اعمل حساب المنافس برقم واحد برقم اتنين لازم ما استناش المباراة لازم اضغط ضغط عالي من بداية المباراة اه اخلص المباراة من البدايات خاصة عندنا الامكانات البشرية والامكانات الفانية هي تقدر تحقق المباراة من المباراة وهو ان انا اخلص المباراة من بدايتها اه النادي الزمالك مفيش غلق عليه انا عايز اقول معلومة النادي الزمالك اصيره اعتقد 14 مباراة بتلاتين هدف تنسبة تهتفية عالية جدا عند النادي الزمالك وده حاجة تدعو للتفاؤل ان النادي الزمالك بيقى رفجي بجون الرجل عنده اسطوب لعب عنده تبادل مراكز عنده استحواذ بشكل جيد جدا المهاجمين مباراة يفيدوا قرى بسهولة اعتقد الفنش بالجزيرة بنتهي بشكل كويس عنده حلول في جوال ملعب طبعا غياب زيزو بالطبع مؤثر جدا سعي كنت لسه كلمك عن غياب زيزو كمان احمد فتو حد اهم الاوراق الربحة في الفترات الاخيرة لكن وجود اوباما وعودته طبعا مانات زمالك مع جهزية شلبي والجزيرة اكيد برأيك هتعوض الفواري دي ولا لا اكيد هتعوض ولكن زيزو علامة فريقة طبعا زيزو من افضل لعبه في الفترة اللي احنا فيها دي ولكن انا بجي تنظري لمصطفى شلبي لعب مؤثر ولعب كبير ولعب عنده دوابتها ولعب كأنها الموسم اللي فات بشكل جيد لو لا الاصابة اللي لها دي الفترة الاخيرة فاعتقد ان شاء الله البديل موجود في مباراة زيادية طيب المخاوف ايه كابتن كل واحد كل مباراة ليك وعليك ايه اللي ممكن تقلق منه في هذه المباراة المخاوف البداية البداية طبعا بتبقى صعبة في اي بطولة يعني البداية طبعا بتبقى صعبة انا برضو بلايك فريق على ارضه وبرضو حتى لو عندي معلومة باستمع لهم مش كافية اوي المخاوف ان انا ممكن ما اهتمش اوي ما اقدرش فريق القدامي ما اعملش حسابه فبالتالي مع اللعب على ارضه وجمهوره بدي حماس كبير وبيدي دوافع جديدة عندهم وروح قتالية فاننا الدوافع اننا الناد زمالك ما ياخدش مباراة بشكل جدي ده اللي اداء الاني لكن انه الناد زمالك ياخد المباراة بشكل قوي وبشكل انه هو بلعب ناده قوي جدا وبلعبه نفس قوي جدا اعتقد ان شاء الله المباراة في المتناول لناد الزمالك اخر سؤال تتوقع المباراة رقميا كم لا اتوقع هو ان شاء الله فوز ناد الزمالك كم اعتقد اتنين اتنين سفر ان شاء الله شكرا جزيكا شكرا شكرا واحد من نجوم نادي الزمالك وشكرا على هذه المعلومات من اخبار نادي الزمالك هل روح الى اخبار القلع الحمراء واللي يمكن بتعيش حالة من الحزن خلال الساعات اللي فاتت كمان من داخل اولاقة مجلس الدارة الى امن تصل الى جماهير وبعدما خسر الالي لقب السوبر الافريكي بالامس امام اتحاد العاصمة الجزاري بهدف نظيف شكرا خلال الساعات اللي فاتت قرر مجلس دارة النادي الالي توقيع عقوبات مالية ضد لعب الفريق وطبعا العقوبات المالية دي يعني وبتبقى وفقا للواقح التي تنص على خصم جزء من المستحقات حالة خسارة هذه البطولة العقوبات المالية ضد اللعبين تتوقف طبعا على نسبة المشاركة في المباراة التي اقيمت بمدينة الطائف بالسعوديين طبعا السويسري مرسل قولر غاضب جدا من اللعيبة وبلغهم ان احنا لازم نقفل صفحة مباراة السوبر عندنا مرحلة جديدة عاوزين نستعد لخوض المنافسات وطبعا الاهلي عنده اول مباراة في الدوري امام المصري فلازم طبعا نقفل الصفحة دي ونشتغل على الدولة الاولى من الدوري الممتاز عشرين تلاتة وعشرين عشرين 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 كمان عرفنا هنا في اخبار انطيم ان قولر دخل بقى في حالة من الحزن الشريد بعد الخسارة وكان غاضب طبعا زي ما اتكلمنا من لعبته على المستوى اللي ظهر به بعض نجوم الفريق خلال مواجهة اتحاد العاصمة قولر متضايق من مستوى اغلبهم وعنفهم على الاداء عقب المباراة وكمان حدد اللعيبة وقال لهم انا اتخذ قرارات صارمة ضد اي حد هيستمر بهذا المستوى واشار انه قد يجلس مع بعض اللاعبين على جانب بقى ويتكلم معهم ان لو انت مستمرت بالشكل ده هتوعد على دكة المدلاء دكة المدلاء هتكون مصيرك وهي مصير اي لعب لم يقدم المنتظر منه داخل ارضية الملعب مهما كان اسمه وقمته يعني مداري بالآل ما كانش راضي زي ما قلت عن مستوى العديد من اللاعبين وكان منزعج من اداءهم في الصوبر وعلى رأسهم السلاسي علي معلول وحسين الشحات ومرهون عطية الراجي كان منتظر منهم الكتير لانهم في الفترات اللي فاتت كانوا متؤادقين جدا في المراحل الحاصمة من الموسم الماضي لكن هي زي بيقولوا كده يعني صدمة لكل عشاق النادي الآل لو انت شفته مباراة الامس الملعب يعني مليانة حمر عدد قليل جدا من الجماهير الجزائرية طبعا الشقيق ولكن في الآخر جماهير الاهلي متعطشة وراه بالملايين وشفنا طبلوهات رائعة جدا من الحماس والجدية ولكن في الآخر هي قرة القدم مكسب وخسارة ليك وعليك لكن في الآخر نقول هارد لك للنادي الاهلي ممثل مصر وواحد من الأقوى الاندية القرية صاحب الانجازات والبطولات الكبيرة جدا خسارة ما في الشك موجعة لكل جماهير النادي الاهلي مؤسرة لكل محب النادي الاهلي ولكن في نهاية النادي الاهلي عنده من الكثير ما يقدمه وعنده من الطموح ما يقدمه في الفترة اللي جاي اشتكت تونسي علي معلولة الظاهير الأيسر للأهلي من الإجهاد العضلي عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وقبل عودة البعثة إلى القاهرة قادمة من السعودية تونسي علي معلولة خضع الجلسات علاق طبيعي واستشفاء منذ انتهاء المباراة رغبة كلها لتجهيز اللاعب قبل المباراة المرتقبة المقبلة أمام المصري البورسعي لعدم توفر بديل قوي لللاعب في التشكيل الأساسي مشاهدة العزاء تفضلوا بفاصل قصير برحب حضراتكم من جديد ولسا مكملين أخبارنا المحلية والبداية عند النادي الإسماعيلي حدد مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن نصر أبو الحسن عفوا الأول من اكتوبر المقبل موعدا لصرف مستحقات اللاعبين بعدما تم صرف جزء في الأيام القليلة الماضية قبل انطلاق الدولي كان الإسماعيلي استغل أموال صفقة انتقال باهر المحمدي قائد الدرويش السابق للمصر البورسعيدي والمقدرة بعشرين مليون جنيه لتزديد مستحقات بعض اللاعبين على دفعات ويرغب مجلس الإسماعيلي في فرض أجواء الاستقرار والتركيز على جنبات الفريق الأصفر لتحقيق رغبات الجاز بقارة إيهاب جلال قبل انطلاق الموسم الجديد واستعد الإسماعيلي لفتتح مشواره بالنسخة الجديدة لبطولة الدوري المصري بمواجهة زد الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة والمقرر لها الرابعة عصرا السلساء المقبل على استاد القائرة الدوري ضمنهم ونفسات الجودة الأولى لمصابقة الدوري المصري هينتظم محمد زاكي الوافد الجديد لطلاع الجيش في تدريبات فريق اليوم السبت استردت لمواجهة البنك الألي في ضربة بداية الدوري بعدما تم التعاقد معه على سبيل العارة لمدة موسم من صفوف أسوان وعلى تربطة العندية المحترفة افتتاح الموسم القروي الجديد عشرين ثلاثة وعشرين عشرين وعشرين 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 الاسنين المقبل في السابعة مساء بمباراة طلاع الجيش والبنك الألي على سات جهاز الرياضة وتعاقد طلاع الجيش مع تلاتاشر صفقة في المركات الصيفي أبرزه من تونسي حسام بن دقدوق مدافع التراج التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم تعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغيني موسى ديارة من البنك الألي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تعاقد مع السنائي مصطفى الخواجة صانع العاب سموحة وعمر طارق السعيد داعب وسط أترسان واخرهم طبعا كمحمد حمدي زاكي اللي نحن لسه بنتكلم عنه نختتم فريق القرى الأول بنادي برامل التدريبات والجمعية اليوم على أستاذ بيلي بالعاصمة كيجالي في إطار الاستعداد لمواجهة الجيش الرواندي في إطار مباراة دوري أبطال إفروكيا وخاض فريق برامل التدريبات والجمعية الأول أمس الجمعة حيث وصلت البعثة إلى رواندا مساء الخميس ومن المنتظر أن يضع الجهاز فني خطة المباراة وتحديد التشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه في اللقاء وتقام المباراة في الرابع عام مساء غدا الأحد على أستاذ بيلي بالعاصمة كيجالي وهو ملعب من النجيل الصناعي وضمت القائمة 23 لعبا وجاءت على النحو التالي حرست المرمى أحمد الشناوي شريف إكرامي يوسف نادر خاط الدفاع علي جبر أحمد فتحي أسامة جلال أحمد سامي محمود مرعي كريم حافظ محمد أشيبي أما لعب الوسط في بلاتي توري وليد كارتي عبدالله السعيد رمضان صبحي ومهند لاشين مصطفى فتحي أبراهيم عادل أحمد توفيق سيف جعفر وأوجو سامول أما في الهجوم فخر لقاي وفستو ميلي ودودو الجباس من أخبار دوري الممتاز نروح لأخبار دوري الممتاز به حسوه قرر مصطفى طلعت لعب طلاع الجيش والأهلي والأولمبي والإسماعيلي ووادي دجلة وتيرن أوت البلجيكي والداخلية وأخيرا اتحاد الشرطة اعتزالوا كرة القدم في عمر 36 سنة ويعتبر طلعت أحد ناشي الأهلي في جيل محمد أشي ناوي ومؤمن ذكري لعب كبير قدم خدمات كبيرة جدا على مدار السنوات اللي فاتت ولكن هذه سنة الحياة لكل بداية لا نهاية من رك التفوية درش في فرحالتك القادمة نشو الله نروح لنادي مصر المقصة اللي بيستعد لدوري المحترفين حيث يواجه فريق أبوكسة في الخمسة مساء إن شاء الله في زل استعراد الفريق لبداية دوري المحترفين حيث يستعد لمواجهة فريق ودي دجلة في الجودة الأولى لدوري المحترفين نروح لنادي المنصورة اللي بيستعد لدوري القسم الثاني وتعقد الفريق مع محمد أوشة لعب فريق وي في صفقة انتقال حر ويستعد الفريق لمجموعة الدلتا حيث يواجه فريق نبرو في الجودة الأولى للدوري يواجه عصر اليوم فريق النصر يتعدين نظير الأكسر في نهاية الدورة الوديية التي تقام بالأكسر وتضم أنديت الأكسر وإنة والمدينة المنورة والنصر للتعدين واستعد فريق النصر للتعدين لبداية دوري المحترفين بكرة تكون خالص قد تفكرتنا الأولى نروح لفاصل قصير تفضلوا بالبقائمة برحب حضراتكم من جديد ودلوقتي نروح لجولة سريعة في أخبار الألعاب الأخرى نجح الملاكم عبد الرحمن عربي في الفوز بزهبية بطولة أفريقا للملاكمة في منافسات وزن 80 كيلو جرام بعد الفوز على بطل تنزانيا في المبرانة نائية بنتيجة 5-0 وضمان التأهل لأولمبيات باريس 20-24 عبد الرحمن عربي الثالث مصري في الملاكمة يتأهل لأولمبيات باريس بعد عمر العوضي ويومنا عياد ويشارك في البطولة التي تصديفها السنغال 280 ملاكم ومسونة 40 دولة على أن يتأهل 7 ملاكمين إلى دورة الألعاب الأولمبيات باريس 20-24 مبروك عبد الرحمن وكل التوفيق لأفطال مصر في هذا العرض المشرف وهذه البطولات التي تؤكد على قوة المصريين في كل المنافسات بعد مباراة مرة صنية حققت بطلة مصر هنية الحمامية لقى بطولة قطر الدولية لسكواش بعد تغلبها على زميلتها نور الشربيني بنتيجة 3-2 في المباراة النائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة في مباراة قوية استغرقت 84 دقيقة لعب يذكر أن بطولة قطر الدولية لسكواش هي أحد بطولات البلاتينيوم القبرى والبالغ مجموعة جوائزة 187 ألف دولار في مكافأة الرجال ومسلوم في السيدات طبعا لما نجي نتكلم عن مين بيلعب مين بتلاقي مصرية بتلعب مصرية هنية مع نور يعني ده يعني بأكد وبعيد أن أنا كلمت برضو مبارح في تنس الطولة عفوا في تنس الطولة بيلعب زوجي يعني مين بيلعب مين مصر بيلعب مصر مصرية بتلعب مصر فإحنا كده كده مستواني على مستوى السكواش إحنا نمبر وان وأبطلنا بيشرفونا في كل البطولات وفي كل الإنجازات وده شيء مش جديد علينا لسه مع أخبار بطولة قطر السكواش حيث يلتقي بطلنا عن فرج المصنف أول عالميا مع البطل البروفي ليجو ألياس في نهاية بطولة قطر الدولية السكواش ونجح فرق في التاحول المبرانية بعد فوزه عادل ويلزي يجوه الماكين بسلاسة أشواط نظيفة وبنفس النتيجة سطاع إلياس تحقيق الفوز على بطل مصر مازن هشام طبعا كل التوفيل لأبطال مصر سواء في السيدات وسواء في الرجال ودلوقتي يجي معادنا مع فقرة وانشوت فقرة وانشوت في الركز فيها دايما على كل اللقطات الإيجابية أو أي خبر إيجابي ولقطة اليوم مع نجمين المهاجم المصري أحمد حسن كوكا واللي أرسل رسالة وداع لنادي أولوبياكوس اليوناني وجماهيرو عقب رحيله عن صفوفه أمس الجمع لأنضم الدوري التركي من خلال نادي بندكس فور اللي أعلن أنضم اللاعب رسميا وكتب كوكا في رسالته عبر حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك اليوم أولى أنه رحيلي عن أفضل نادي في اليونان واحد أفضل أندي في أوروبا مضيفا لقد كانت تجربة مزهلة وكنت سعيدا جدا في كل ديالة الليعبت فيها بهذا القميص وضف المهاجم المصري شكرا للجميع في هذا النادي وشكرا خاص لجميع مشاجئة أولوبياكوس على كل الحب والدعم الذي قدمتموه لي منذ انضمامي لهذا الفريق واختتم كوكا لصور الحظ الوداع دائما هو الأسوأ ولكن كما تقولوا دائما أنت واحد منا وأنا أشهر بذلك حقا لذلك أينما سأكون سأدعمكم وأشهر أدعاكم دائما أحبكم أحب اليونان وسأزورها دائما كل التوفيق لكوكا وكل التوفيق لكل نجومنا المصريين في دوريات العالم مشاهدين عزاء بكذا خلصت حلائتنا النهاردة من أخبار أنتايم شكرا لكم على خير ودائما بالخير في أخبار أنتايم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة